اشتركوا في القناة حلقة هذا البرنامج التي نطالع فيها ما مما تخيلناه انه مذكرات ابليس يكتبها ضدنا او يعني يؤسس لشيطانة العالم او ابلاسة العالم او انحراف الانسان بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى ونطالع في كل حلقة شيء مما نتخيله او نتصور ان ابليس قد وضعه منهاجا لعمله في هذه الدنيا لاغينهم وقال ولا تجد اكثر مشاكرين عشان لما يمتنع الشكر تمتنع الزيادة يمتنع الخير سبحان الله ماذا يكتب اليوم ابليس في مذكراته يريد منه ان نكثر الشكوى الكبير والصغير يشتكون اسمع الى الزوجة كيف الحال يا ام فلان والله ان حال مش تمام ليه مش تمام يا ام فلان مش الحالة تمام ولا لا بدا الغلاء والاجارات والاسعار والاولاد في المدارس والجامعات والمصروفات التي تزيد والملابس التي تعطى وسبحان الله والاولاد كل واحد منهم عايز الايباد وعايز اللابتوب وعايز مش عارف ايه و ايه و ايه سبحان الله طيب والاخبار دي الاخبار المادية والاخبار المعنوية والله الزوج عصبي وبعدين بدأ يمسك يده بعد مكان كريم وبعدين بيوض على المقهى ويضيع وقت وبعدين طيب والاولاد لا يذاكرون ولا سبحان الله العظيم تجد انك يعني عاش في دهر الشيطة في ايه الله كيف الحال يا بفلا الزوجة متعبة والاولاد متعبين وطلباتهم لا تنتهي لا حول ولا قوة الا بالله الرافعي رحمة الله عليه له كتاب لطيف اسمه كتاب المساكين هذا الكتاب يتكلم فيه في فصل من فصوله عن شخصية كده يعني رجل كبير السن امي ولكنه فيلسوف يعني يظهروا الرافع عنه فيلسوف اسمه الشيخ علي الشيخ علي ده يقول فيه الرافع داره عتبة اي دار يعني ليش بيت يعني يفترش الارض والتحف السماء ما له الشيخ علي يجلس على باب داره اي بيت يعني ويجد الناس بين رائح وغادي فهذا يقول يا ربي اعطيتني الصحة فاين المال اعمليه بالصحة ماذا ما فيش مال هو هكذا يقول والاخر يقول يا رب اعطيتني المال فاين الصحة طبعا اخذت الفلوس والاموال كثرت وبيت ملايين ومليارات بس ايه في دواء قبل الأكل ودواء وسط الأكل ولا ينم الا بدواء ولا سيقض الا بدواء وعنده النقرس والضغط والسكر لا اله الا الله سبحانك يا رب يبدأ عنده صحة بس ما عندهش مال والتاني عنده مال بس يدور يبحث عن الايه عن الصحة والثالث يقول يا ربي اعطيتني المال والصحة فاين السعادة انه بعيد عن الله ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيه والسعيد سبحان الله والشيخ علي يقول انظر بالشاهد في القضية يا ربي كل هؤلاء صور فاين الاصل فين آدم الحقيقي فين الانسان الراضي بما قضى الله سبحانه وتعالى يعني فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يا الله هكذا يكون نداء المؤمن سبحان الله يعني المهم في رضوان الله سبحانه وتعالى فكثرة الشاكوة جاي من ايه جاي من قلة الرضا تبخر الرضا ما عندوش ايه جرعة الرضا فلما يكونش عنده جرعة الرضا يروح نقسم العالم ده قسمين هؤلاء معي وهؤلاء ضدي هؤلاء اعداء وهؤلاء اصدقاء الله ليه عم هو انت مركز الكون فهو كيف ترضى اذا قسمت العالم هكذا يا اخي صديقك اليوم قد يكون عدوك غدا احب حبيبك هون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هون ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما يعني لما تغضب من زوجتك مش ضروري تكشف كل الاسرار امام الحكمين او امام ابيها او اخيها او امك او امك ليه لان ربما يعني تستمر الحياة يبليك وش بس يبليك يعني شيء من القبول عند زوجتك وانت ايضا يا امت الله تكتريش من الشكل رجل روتشلت احد الملياردرات اليهود السدد الديون للمملكة المتحدة وساعد على ان يقيم او ان يصدر بيلفور وعده المشؤوم باقامة وطن قومي لليهود في فرصين روتشلت هذا كيف كانت نهايته هذا كان معاهد مليارات دخل الى خزانته اللي فيها امواله اللي في هذه الايام بارقام غير طبيعية غلقت عليه باب الخزانة خزنة اللي فيها الاموال اغلق الباب ونسي الناس او المساعدين لم يفطنوا الى انه داخل الخزانة هذه انقطع الالكسجين عنده بعد مدة ومات داخل امواله مع ماله مات هو المال يا الله العبد شوف من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه يا الله من استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه من اعتمد على ماله ذل ومن اعتمد على علمه قل ومن اعتمد على جاهه اختل ومن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على الله فما ذل وما ضل وما قل وما اختل. خذ اعتمدك كله على خالقك. على مولاك الذي خلقك. ليه? لانه القوي. لانه الحكيم. لانه الخبير. ان من عبادي صحيح لا تصحه ان الصحة. لو اسقنت لفسد حاله. وان من عبادي سقيم لا الصحة للسكم. لو اصحهت لفسد حاله. وان من عبادي غني لا الصحة للغنى. لو افقرت لفسد حاله. وان من عبادي فقير لا صحة لفخر. لو اغنيته نفسه لحاله ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ربنا جعل مننا الغني وفقير لا لان خزائنه قد نفذت ابدا والله خزائنه ملأ وهو الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء اليه بس عشان يشوف كيف ان الغني يشكر بالحنان وبالعطف على الفقير وكيف للفقير ان يصبر ولا يحقد ولا يحسن سبحان الله عشان سنة التدافع سنة الايه التدافع وكذلك جعلنا رب العباد بعضنا لبعض الفتنة اتصبرون نصبر على بعض ولا ما نصبر نصبر ام لا نصبر سبحان الله شوف عندك نبيين كريمين او نبي رسولان كريمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى شيخ بني اسرائيل وسيدنا عيسى اخر انبياء بني اسرائيل لبني اسرائيل لان بعد سيدنا عيسى عاقمت ارحام بني اسرائيل ان تنتجه او ان تلد صالحا يتبوى مكان الامامة فانتقلت الامامة من ابناء اسحاق وابناء عقوب اللي هو اسرائيل يعني من بني اسرائيل الى العرب حيث حفيد سيدنا اسماعيل ختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهم بسيدنا موسى كان ينتظر القتل المادي لان فرعون اصدر قرار بقتل كل ولد لبني اسرائيل يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انا ادخلنا الوف ودور في هذه المسألة لان احنا لا نريد ان نكثر من الشكوى لا نريد ان تكون ان يكون ديداننا كثرة الشكوى من الصغير والكبير تدخل على صاحب العمل ايه الاخبار العمال لا تكون ضام موظفين لا يحضرون في مواعيدهم اسأل الموظفين يا اخبار الوزير بتاعكم ولا المدير راجل متصل بالرأي سبحان الله متغطرس علينا عامل انه هو ارض هدي ما عليك جدي سبحان الله وبعدين لا يعطينا حوافز ويضمنا في التقديرات لا اله يعني لا الوزير راضي ومن استوزرهم هل هم غير راضيين العمال غير راضيين وصحب العمل غير راضي المعلم اخبارك ايه يا استاذ يقول لي يا فين يا شيخ عمر ايام ما كانت تلاميذ تلاميذ وكانوا مؤدبين وتسأل الاولاد يا اولاد اخباركم مع المعلم ايه لا يشرح ولا يتقل لا وعايز يعطينا دروس خصوصية واللي ياخد عنده دروس خصوصية يعطيه تقدير واللي ما يعتبر لا اله الا الله يعني سبحان الله لا الزوج راضي ولا الزوج راضي ولا الولد راضي ولا الاب راضي ولا المعلم راضي ولا المدير راضي ولا العامل اه الله طيب متى نرضى وخثرت الشكوى لكن لا نحن نريد ان نقتبس من كتاب الله ما يمسك ارسنتنا عن الشكوى حتى لا نحقق يعني مذكرة ابليس اليوم في اكثار الشكوى على الالسنة واكثار الشكوى تقابلها قلة الشكر لكن هنتوقف عند مولدي موسى عليه السلام ومولدي عيسى عليه السلام لنرى كيف يصبر الانسان حتى ينصره رب العباد ولا يغسر الشكوى كنوا معا بعد الفصل ان شاء الله اهلا بكم كن رمزا للخير ومثلا واحذر ان تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل صراط الله لنا نور عد بالله عز وجل مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى وتوقفنا عند مولدي موسى الكريم عليه السلام وينتظر القتل المادي ومولد عيسى عليه السلام وكان ينتظر القتل المعنوي وتشويه سمعته مع امه او بامه عندما اتهموها زورا وبهتانا وبنوا اسرائيل هم اهل زورا وبهتانا دائما فما الذي حدث امه الكريم يأمرها ويوحي اليها رب العباد ان ان خافت عليه مش تخبئه لا مش تذهبي الى الجيران ابدا فاذا خفت عليه فالقيه في اليم يا الله يا الله لالواحد لو ليه حد في اليم البحر يعني ينقذه انقذوني حتى لو كان سباح عالمي فاني يعني تؤمر الام الملتاعة على ولدها ان اذا خافت من فرعون وجنوده ترميه في اليم قال ربنا لها اقذ فيه في التابوت التابوت دا لو معلم يعني لها مجلول يعني لم يقول لها اقذ فيه في صندوق اقذ فيه في قارب لا اقذ فيه في التابوت التابوت يوضع فيه مين المتوفى لا يوضع المتوفى الا اذا وضع المتوفى في صندوق ده اسمه الصندوق ده ايه اسمه تابوت يبقى اذا الله يعني اذا محكم عليه بالبشرية بالقوانين البشرية ان الرضيع اللي هيوضع في صندوق ويرقى في اليم هيغرق يبقى ميت وده ميت يبقى الصندوق الذي يحويه ها تابوت اقذ فيه في التابوت وبعد ايه اقذ فيه في اليم طيب قذفته في اليم يلقه اليم بالساحل طيب الحمد لله في نجاح تاتي الامتحان اللي بعدها يأخذه عدو لي وعدو له عدو مركبة يعني اللي هيغضي ده فرعون عدو لله وعدو لموسى عدو لموسى وعدو لربه يا الله عدو مركبة يا سبطال يا رب قلت في رطيف وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي هنا بقى التعطف الالهي الحنو الالهي الرحمة الالهية أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي هل اشتكت ام موسى كما نشكو نحن لا لم تشكو أبدا لأن لأن المسلم الصادق والذي يحمل الأمور كلها على الله هو ملوش إلا باب الله سبحان الله كل يعني يا ربي يقيني بالله يقيني يقيني الأولى دي اسم اليقين في الله يعني يقيني الأخرى دي فعل يعني يقيني بالله يقيني أي يحميني يقيني بالله دي جملة اسمية اليقين بالله يقيني بالله يقيني دي كلمة فعلية فعل جملة فعلي يقيني يقيني أنا تحفظني يعني فأم الكريم يتنازعها كما تعلمون طبع إنساني بألا تلقيه وشرع رباني يأمرها بإلقائه فماذا صنعت رأت قدمت الشرع الرباني على الطبع الإنساني فرجع إليه وصار رسولا وصار كريما شيخ بني إسرائيل ما فيه جزء في القرآن إلا وذكر فيه الكريم ليه لأن لم تتفرر الأم الكريمة من الشكوى وإنما تفرغت لإرضاء ربها أمنا مريم وولدها المسيح عليه السلام يعني هذا ينتظر كما قلنا كان ينتظر موسى لقتل المد ينتظر عيسى تشويه الصورة وبانوا إسرائيلهم أهل الإعلام وتشويه الصور وعندهم قاعدة في الإعلام تقول ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر يفضل يخدمك يقولك إيه الإرهاب 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 لغاية والناس اقتنعت بالإرهاب حتى في داخل ديار الإسلام أول ما تلاقي واحد جاي من بعيد ملتحي ومرأته ملتزمة بجواره محجبة وبعدوا الإرهابيين لا إله من الإعلام يقول يا الله شوف حطه في ذهننا أول ما يدي سرتي الإرهاب على طول فورا تذهب إلى المسلمين ما فيش إرهاب من صنف تقول لا هو ده الإرهاب ما تكرر تقرر لا إله إلا الله تجيب واحد علماني ولا لا يصلي يقول التنويري تنويري تقول اللي بيصلي ده يقول ده ظلامي يفضل يقول الظلاميين 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 لغاية ما يقرر في ذهنك حاجة معينة فتصنف الناس يا الله طب هل هل هذا يعني هل هذا من سمات المسلم الصادق سبحان الله طيب الغرب قتل الحياء فيش عنده حياء خلاص وسنوات قليلة ويزول هذا الغرب لأن خلاص أصيب القوم في أخلاقه خلاص ناكدوا السماء بعد ما أنكروا وفصلوا دين على الدول دخلوا في قضايا عجيبة جدا ونحن لنتمنى أن نكون تبعا لهم في هذه المسألة سبحان الله هم قتلوا الحياء وإحنا قتلنا الإبداع والحضارة تعيش بالجناحين جناح حياء والجناح إبداع لازم تبدع في الحياء إحنا قتلنا الإبداع واحتفظنا ببعض من الحياء هم قتلوا الحياء ولكن أبداعوا بلا حياء أنا عندهم لبن للأمهات اجمعوا اللبن بتاع كل الأمهات يضعوه في عبوات واحدة وكل يلا بمحارب مع بعض يلا ما فيش مشكلة بهاء مسائمات رتع فبالتالي من كثرة أكلهم للحوم الخنزير ضاعت الغيرة عندهم تماما تماما الخنزير هو الحيوان الوحيد الوحيد الذي يجد لذة إذا رأى أنثاه مع ذكر آخر أن أي حيوان ولا طائر ثاني إذا وجد أنثى مع ذكر آخر سبحان الله العظيم يثور ويفور لشرفه سبحان الله فهم قتلوا الحياء الحياء ضاع خلاص يعني وإحنا قتلنا الإبداع وولت حمرة الخجل حمرة الخجل لا تظهرها مساحيك تضع على الوجوه لا حمرة الخجل تأتي من الداخل سبحان الله تأتي من الإيه من الداخل فأنا أريد أن أقول أن العبد لا يجب أبدا أن يفتح باب الشكوى إن الله كره لنا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال تفسر أحيانا بكثرة الشكوى دايما نشتيك الدهو وشتيك الدهو سبحان الله ليه لأن العبد لما يوصل قلبه بربه دايما رب العباد يحيي قلبه يعني يحيي قلبه زي يعني الماء النازل من السماء يحيي الأرض والصلاة الصاعدة سبحان الله من العبد تحيي القلب وإنت محتاج إلى هذا وذاك محتاج إلى ماء العبادة والطاعة محتاج إلى ماء السماء سبحان الله أنت مش شايف أن فيه لما احنا بدأ الحياة يقل عندنا لما كل بيت الآن ولو بيت صغير لا يجد طعامه وشرابه عنده طبق كبير سميديش يلتقط له أقبار عجيبة هو لا بلغات اللي يفهمها ليه لا تعرف طبع تحط القنوات المطلوبة عندك إخبارية قنوات دينية قنوات ثقافية عالم البحار عالم الحيوان حاجات وثائقية طيبة لكن لا جايب قنوات عجيبة وبعدين ايه في علاقة عكسية كلما كثرت أطباق السطوح قلت يعني كلما كثرت صحون السطوح قلت صحون المائدة أطباق السطوح تكثر أطباق بفيش بركة في الآخر وإن كان في بركة في الكم ما فيش بركة في الكيف لأنها أطعمة سامة فيها بلاوي وفيها هرمونات وفيها سبحان الله لا إله إلا الله وعندما قل ماء الحياء قل ماء السماء معادلة طردية سبحان الله أنا عايزين نصلح العلاقة مش عايزين إبليس يضحك علينا مش عايزين يحقق فينا مذكراته يعني حقيقة نحن ندرك تماما كيف نموت في سبيل الله لكن إلى الآن لم نفهم ولم نترجم كيف نحيا في سبيل الله تركنا الدنيا لغيرنا فاستعمرونا واستذلونا أخذوا أموالنا وأخذوا ثرواتنا صنعوها ويبيعونها لنا بأضعاف أثمانها ليه لأنه وكأن عقولنا صارت قاصرة وعند العقل العربي المسلم عقلي سبحان الله يعني يعني عقول جبارة إذا اتقت رب العبادة عز وجل وأضاء فيها نور السماء سبحان الله ده واحد من الصالحين لما سمع صوت الرعد فقال هذا صوت رحمته نخاف منه يعني فما بالكم بصوت عذابه يعني سبحان الله يريكم من برقة خوفا وطمعا ويسبح الرعد بحمده والملائخة من خيفته فالرعد لم يعمل كان الصالحين يقول ده صوت الرحمة صوت العذاب يكون ازاي نحن خايفين من صوت الرحمة لا إله إلا الله فلماذا نحقق إبليس فينا أين هي أخلاق وأجدادنا الأقربين فاللحك ده كان راضي وقانع يشق الأرض ويستنبت البذر سبحان الله ويحصد وكان راضي سبحان الله وينم بعد العشاء الآن يرجع بعد العشاء ويفتح الدش والطبق فيين لما نضيع عليه صلاة الفجر سبحان الله فأين الرضا لماذا هو كثير الشك وهو وقت تاني سبحان الله كان يجيله لغا ضريف وظروف ولا ديسك في ظهره لأنه بيعمل بالفأس جدتي وجدتك كان تقعد تغسل للعائلة كلها ولا عندها شاشة عظام زي حفيدتها الآن حفيدتها عندها غسالة فول أوتوماتيك تحط إصباح على الزر ما إن شاء الله يطلع الغسل يمكن ماكوي مش مكسور بس وتقول لك أنا عندي شاشة عظام أنا عندي نقرس أنا عندي تقوص مش عارف لا إله إلا الله الفقرة زوجة الفقر ليه سبحانك يا رب العباد لماذا قثرت الشكوى لأننا نستقل نعم الله علينا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نريد أن نناكر ونناقد ونعانج إبليس ونرضي رب العباد سبحانه وتعالى حتى يطلع عنا وسوسته وساوسه نعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر المفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رب العباد ولي ذلك والقادر عليه لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته